كنت فين كل ده هلقتيني عليكي لأ واضح جدا القلق غيرت هدومك وأكيد خدت شاور ومش بعيدة وكونت عشيت من غيري كنت فين تخارتي ليه؟ وليه ما بتجدش علي؟ وليه فجأة تلفونك تقفد؟ فيها يوسف إيه لأسلك كتير دي؟ واحد واحد علي وأنت فيه إيه؟ كان نفسك قوي تطلع وكيل نيابة وأهلك دخلوك هندسة غصبة عنك ولا إيه؟ ما تجب ليش سيرة الناس دي؟ ليه فيه؟ في الإسماع الصارة دي لو ما تعدلتش هروح فيها في ستين داعية تاني يا يوسف؟ تاني؟ احنا مش قلنا كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه؟ حر؟ دي أختي؟ دي يعني فوشي؟ عايز الناس تقول علي إيه؟ مش عارف إلي أم أخته؟ أيوة بس بابات موجودة حبيبي ده مش فاضي غير اللي نفسه مسك في اللين المونتك، طمني أنك وصلت ده احنا اتصلنا بقى وسألنا ودورنا ما تقدرش على بعض ياه؟ كنت فين؟ هرد على موني وقلق على طول ايه موني؟ آه لا أنا لسه داخل البيت أموني كويسة حصلت مشكلة كده في العربية و... آه آه دراما رمضان متقلقة بموضوعات كتير وبالذات دايماً موضوع الرجل والمرأة دايماً موضوع مهم لأنه يعني خلف البيوت وداخل البيوت المغلقة قصص كتير جداً فأحياناً جوه الدراما لما بتشوف عمل وبتشوف العلاقة بتقف كده وتقول أيوة أنا عندي نفس الشخصية دي أو المرأة تقول أيوة أنا بعاني من نفس المشكلة دي لكن المهم إن إحنا نقدر نوصل دايماً وجهات نظر مختلفة ممكن تغير أحياناً في بعض التفكير اللي موجود في المجتمع إذا كان التفكير فيه قصور خاصة في الحياة ما بين ست والراجل أو الرجل والمرأة خليني أرحب بفنان الحقيقة في الأسبوع الأول من رمضان من خلال مسلسل يوترن قدر يعمل هو كمان يوترن ويقدر إن الناس تبدأ تتكلم عليه وتقول مين هو ده فنان أيمن القيسوني في الظيافة التاسعة خليني أتعرف عليه عن قرب وتعرفه أيمن أكتر لأنه هو عمل أعمال كتير جداً الحقيقة مختلفة لكن يمكن دوره النهاردة في يوترن في الدراما مختلف شوية يبان إنه أجريسف لما دخل علي كده لقيته لطيف جداً دنيا هادية وحلوة فقلت طيب مال إيه اللي حصل مساء الخير يا أيمن مساء النور يعني منوّرنا عشان كده شلت قلت للباديكاوز ممكن يمشو طيب آآ آآ قلت له ممكن يمشو لا لا بجد يعني ما هو كتير برضو إيه يعني أنت يعني تبان في المشاهد وأتمنى أن إحنا نشوف مشاهد حتى بتتحرك كده لو إحنا بنتكلم شوية المسلسل تبان إن أنت أنت طالع في دور الزوج الشكاك طول الوقت صح وده زوج مرهق قوي جداً ما هي ببقى هي واضحة النهي كانت تعبانة أصلاً حتى في التصوير آآ من من الشخصية دي بس أقول في الأول إن دي الشخصية بعيدة قوي عن شخصية أيمن بلد عن شخصية كنت يعني أنت ممكن بقى ساعات عصبي بس لأ ده الواحد وهو بفقري بيتوتر إن هو بجد الشكاك ومش بس الشكاك هو قبل الشك هو إنسان مش عايز مراته يكون عندها أي حياة غير معاه هو بس يعني لأ هي عارف هي تتنفس من خلال الحدود اللي هو عملها بس بس الشخصية دي موجودة عن فكرة طبعاً كتير وتلاقيها الطول الوقت لازم يشوف موبايل ران تبقى هي قلقانة الحقيقة حصلت تبقى هي قلقانة يعني إحنا هنا شايفين المشاهد دي حد المشاهد طبعاً بنحية ريهام حجاج وكل الكاست بس يعني أنت كمان عندك أداء يعني رغم الأداء اللي فيه زي ما بنقول كده اجريسيف أو يعني شراسة شوية بس المشاهدين مبسطين منك الحمد لله مش مندائقين منك بس هو لا أنا بالعكس أنا عايز الناس تبقى متضايقة من مني من دائم الشخصية بتحبيلك أنت كممثل الحمد لله فلو أنا قدرت أوصل في كذا شخص قالولي على فكرة أنت غلز جداً وأوبر بالعصبية فكرحتنا فيك من الأول فدي حاجة كويسة معناها أن أنا عرفت أوصل للشخصية الصح ومش بس مع ريهام كده هو مع أخته كمان مع أخته كمان من النوع اللي هي برضو ممكن نقول للمجتمع العربي ممكن برضو تكون بتعمل حاجات مش مناسبة بالنسبة لناس كتير فهو دارس في أمريكا بيقول هنا أنا مامته برضو لبنانية بس في الآخر هو راجل عربي ومش عايز الحاجات غير التقردية تكون في بيته طب قولي بقى أنت في الحقيقة عندك نفس التشابه في حاجات كتير أنت برضو دارس بره مصر صح وممتك برضو لبنانية صح بس مش متجوز ريهام حجاج متجوز برضو متجوز واحدة لبنانية واحدة لبنانية وهتقد نسرين هي موضل أصلا نسرين X for cats وموضل وبتمثل وأكيد أمر الشك ده موجود في الحياة ولا أنت عملته في الدور ده عملته في الدور ده إحنا كنلزم نسلقى النسرين لا الحمد لله إحنا الاثنين وصقين من بعض جدا فمفيش برأيي أنا الشك والغيرة والحاجات دي هي الناس دايما يقول حلو الغيرة بس الغيرة دي أو الشك ده بيقتل العلاقة طبعا بتحس الستن هي عايشة مع محقق مش زوج بس عارفك الزوج فيه نوع من أنواع الرحمة كده والتراحم يعني هي عايشة مع محقق بس كمان فيه ستات كده فيه ستات اللي هو برضو بتكون شكاكة في كل حاجة التليفون بتحاول تعرف مين اللي على التليفون هنقول إن بتتلعب من ناحيتين بس دور الراجل بيبقى ساعات أوفر أو عصبي بالزيادة فإحنا دايما بنصرف بننور أو بشاين لايت على الموضوع ده أكتر عشان ممكن طب قولي لما تدور لما بدأته وحطيته الورق عشان أنت تمسك الشخصية دي اللي هي موجودة الحقيقة في المجتمع بشكل كبير يعني فإحنا عندنا رجل يعني كذا رجل في الدراما السنة دي عاملين مشاكل يعني أنت وكمان شريف في فاتن أمل حربي بس شريف عدى الحدود يعني كمان الشخصية دي أنت بتروح لها إزاي يعني عشان يعني توصل لي أنا كمشاهدة كمية الشك وكمية الحيرة وكمية القلق يعني إحنا طول الوقت كمان حاسين إن ورق قصص دي حاجات بقى حتظهر بعدين يعني كان مفروض يعني مثلا شخص زي يوسف والطريقة اللي بيتعامل بيها بقناة إن كان عنده مشاكل وهو بيكبر عنده مشاكل مع ستات اتخان أكيد كذا مرة عشان يوصل إن هو مش واسك حتى في مراته أنا قبل ما ابتدي التصوير أصلا قفلت على نفسي إن عايزة خش في مود يعني دارك مود كآبة إن حاسس إن هو من جوه عمود كده اسود جوه هو ممكن يكون يحب مراته جدا بس هو فيه فيه حاجات كتير مش بتخليه طلع على حاجة الحلوة صح بيطلع على الحاجة اللي هي الأوحس أكتر يعني وبعدين عنبارح شفت شريف وهامنته على على الدور بتاعه رائع طبعا يعني أنا بجد بحييه على المشهد أنا شفت أنا شفت بعمل أتفرج على المسلسلات بس بتاعته الدور ده يعني شابو طبعا أنتوا بتعملوا شخصيتين الحقيقة ستات مش بيحبوه أو بيخنقوا أو الستة عايزة برضو يعني إن الرجل يبقى لطيف معاها يعني ويديها من الثقة ومتبقاش عايشة في التوتر ده وإنت بتعمل الشخصية دي كنت شايف نوعيات في المجتمع العربي بقى يعني خليني أفتح الدايرة مش بس في مصر مجتمع العربي لأنت قلتلي برضو هو رجل عربي فإحنا كده بنوصف مجتمع العربي أنا ممكن أقول الحمد لله أنا معرفش ناس بالشخصية دي أو بالعصبية بتاعت يوسف أو بتاعت شريف بس قد ما بنوعد نسمع بنحس طيب إزاي بيعملوا إيه بنوعد نسمع كصص كتير أنا الحمد لله المجتمع اللي حوالي والناس اللي أنا عاربها صحي الحمد لله بيبقى صعب لتخيل واحد بيبقى كده قدام الناس ومن وراء يعني من وراء الكواليس بيعمل إيه في زوجته أكيد وبيبقى ساعات كمان الشخصيات دي بتبقى ساعات كمان عندها نوع من أنواع المرض فما بيقاش لا هو سعيد معها ولا سعيد مع نفسه يعني في النهاية والحرمة دايما بيقول بتأثر الولاد بيتأثروا وبيتربوا في بيئة فيها زعيء كتير خناء يعني أنا حتى أنا ونسرين لو حنتخانق عمرنا من نتخانق قدام الولاد لو حنتخانق عمرنا من عملها قدام الولاد عشان ما يحسوش أن في حاجة غلط طب قولي أنت كممثل بما أنك هادي ومنفتح ومقدر والعلاقة لطيفة بينك ومن زوجتك في الحياة لكن إيه أصعب المشاهد في العمل ده لأنه العمل ده على قد ما هو يبين أنه دور الزوج شوية شكاك وكده لكن أنت لازم طول الوقت لابس لابس التون بتاع الشخصيات أنا عندي الصعوبة في المشاهد اللي فيها رومانس أكتر آآ يعني لأن أنت بقى مش عارف تبقى مين مش هكده أحس أن أنا بالنسبالي أن بقى لي يعني من 2012 بمثل آآ والحمد لله أن أغلبية لأ كل الأدوار اللي أخدتها فيها شرير فيها عصبية فيها نير فبيبقى صعب طيب أنا لسه ما عنديش الخبرة أن أبص الواحدة في عينيها وابقى رومانتك قوي معاها بس الحمد لله أن العمل ده جمعني مع ريهام أن الكامستري اللي ما بيننا صداقة احترام بحبها جدا فقادر والحمد لله أن أنا تحطيت قدامها في الدور ده أن اتحسنت أو قدر دلوقتي أوكي خدت الخبرة دلوقتي أنه ممكن أبقى في مشاهد في الأول فيها حب أنه بجد هو يوسف بجد بيحب يارى فهو الطريقة اللي بيوريها غلط أو اللي حيعمله غلط بتصرف بتاعه بس هو إنسان بيحب خدت خبرة دلوقتي الشوية بس أنت عامل 11 مسلسلة يا أيمن فأنت شايف أنه 11 ما كانوش من الكفاية ولا يعني عشان أنت يعني ممكن يكونه 11 ما لمسوش حاجة عندك بشكل كبير نبتدي بفيرتيجو أول ما أشهد عملته في حياتي دخلت قتلت تسعة أشخاص ولا ستة أشخاص وواحدة منهم ستة حامل فلما نبتدي كده كله قتل وضرب عملت يعني تلعى الهوى ودولتي بيتزيع مسلسل رومانتك كوميدي ده كان من أصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي يعني أنا بقدر الشر أسهل الشر أسهل الشر أسهل بكتير بجد طبعا الشر أسهل على الشاشة يعني بحس الشر بالنسبة لي أسهل والعصبية بالنسبة لي على الشاشة أسهل يمكن بحاول أطلع حاجات من جوية ما أعرفها فإن الشر سهل أو النيرف العالي أسهل معنا أحيانا أن الناس تقول أنه النيرف الهادي ممكن يعني أقرب للشخصية بتاعتك فيبقى سهل خلق أنت عايز تروح لشخصية تانية غير شخصيتك أنت بالعكس معنا لك كمان أنا لسه نفسي أجرب حاجات مختلفة يعني ما عملتش لسه يعني آه أوكي في قتل وحركات بس عايز أعمل أكشن أكشن حقيقي أكشن ده بحس أنه ممكن يكون ليقلي أو لي أكتر مع أنه دلوقتي أنا الحمد لله مبسوط وعلى فكرة أنا أدقني دي هيم عملها علشان الراكور بس أنا كمان على الكاميرا بحس فدلكوا قد إيه تصوير قربتوا لسه مفروض توتل سبع تيام أو عشر تيام حقيقي وتخلصوا خالص مفروض طب هتحكي لي إيه اللي حصل بقى أوكي بوسي إيه اللي حصل يوسف حقيقتلهم كلهم يوسف حيعمل إيه بس المشكلة إن البرومو اللي نزلت للمسلسل قبل ما يطلع الهوى أيوة جان يوسف بيضرب كل حد بالضبط فإحنا مش عارفين يعني تحس إن يوسف ده وراه بلاوي هتطلع للأسف طب هيتجوز صاحبتها إيه اللي هيحسن بس أخير وأهلا بكم بحلقة جديدة من احتساء أيوة أنا كنت عايزة أقول حاجة مهمة جدا إنه يوسف القيسوني كمان مش بس ممثل هو كمان هو أيمن بس يوسف ايمن 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 ما يوسف طغى علينا ايمن انت كمان مزيع عملت طبعا يعني برنامج كمان ونجحت فيه جدا الحمد لله فأنا ممكن أسيب لك انت أقول اللي انت عايزه لا ما أقرش اسأل اللي انت عايزه السعب لحد يملى يعشوز زي ما قلت لا لا ازاي التعاون بقى أولا مع ريهام حجاج وريهام طبعا مكتهدة جدا كمان السنين دي وعمل شغلة حلوة جدا وبتحب كمان تعمل ريهام ما بتحبش تعمل دور سهل يعني لازم الدور يبقى فيه حاجات وعندك طبعا يعني فنانين عظام صفاء طوخي دي على طول في صفك لا 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 ثانية واحدة الست دي بس الشنجون واضحين من دلوقتي الست دي قتلتني قبل كده فاكرة لما سممتيني في اسم مؤقت انا مش ناسي انا مش ناسي الموضوع ده فدلوقتي مهما انضربت بنتها هتحبني اه فده يوترن بالزبط للعلاقة ما بينها اه وطبعا فنان توفيق عبد الحميد عودته للدراما عامل تقلي في المسلسل طبعا ورا سر هو كمان مسلسل وراه أسرار كتير هو مش هكلم بقى هو برضو فنان كبير وجميل ولما بتشتغلي معي يعني انا اول مشهد او تاني مشهد عملت معا العصبية اللي ما بيننا انا اكون وايف قدام فنان زي ده كان بالنسبة لي يعني حلوة جدا طب انا عايزة اسألك سؤال لان طبعا مشهد التمثيل اولا صديقة ريهام او اللي هي صديقة البطلة واللي هي صديقة الزوجة في الحياة يعني الحقيقة فيه ناس تقولك ايه لا يعني حرصي ما تقربيش جنب حد لا احنا عندنا اصدقاء صرافاء والهطاف جدا طبعا بس واضح ان في المجتمع بقى فيه بقر كتيرة كده طبعا احنا هي مش بقى فيه هو دايما جنبا موجود بس بحس بقى ممكن بالسوشال ميديا والافتاح لحاجات الاغراء بقى موجود اكتر الكلام بقى موجود اكتر الراجل ممكن بيضعف مهما كان يعني يتضحك عليه برضو على حسب الشخص مش هتقولي الراجل انا دايما انا لازم يعني زي لو نتكلم على يوسف هنا يعني ما هي برضو بتحاول تدخله مداخل يعني منرجع بقى زي ما قلت في الاول يوسف عنده مشاكل من قبل المسلسل ما يبتدي مهما عزي فصديقة ريهام يارا ممكن كانت بتستغل المواقف دي هي كمان هي بتوقع كمان فيه الناس دي برضو في المجتمع فيه ناس كتير زي دي للأسف هل بتحس ان الراجل مظلوم ولازم يكون بقى في دراما عشرين تلاتة وعشرين مسلسل عن الرجل او للرجل كمان نحن فيه كل حاجة الحياة وكل حاجة بفيه مفتوح ففيه من ده وفيه من ده فالحلو ان نوري برضو الراجل اللي مش هيبقى عصبي والراجل اللي بيدحك عليه وبيتخان والراجل المحترم كل النوعين كل النوعين احيانا بيقال بانه الراجل اللي بيبقى عصبي زي يوسف كده او عنده عدم ثقة وعنده شك هو كمان اتربع الشك واتربع على مشاكل مخدش تربية سوية ممكن ده بس انا برجع بقول برضو انت ممكن يكون حاجة حصلت موقف حصل في حياته اتخان يعني انا كأيمن مثلا انا بكسف جدا في حيات الناس تتسهرب انت ازاي بتكسف انت بتطع على التليفيزيون انت بتقدم قدام لا 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 الناس ما بتصدقش الحكاية واحد ممكن يكسف طبعا جدا الكاميرا حاجة ده شغل والحياة العادية شغل ففي مواقف حصلت خليني اتكسف يعني اوامني بكتت روح اعكس بنت او اكلم بنت بذات لو معجب بيها بتجنبها لو مش معجب بيها باخد اتكلم اه بتتبع انا راحتك اكتر جدا بس لو ما قلت لا بتكسف فالناس يصار ازاي انت اكيد لا فلا فعلى حسب المواقف اللي حصل طبعا التربية لها يعني جزء كبير من الشخصية واللي ازاي حتتكون الشخصية من هو صغير طبعا طبقات الحياة والبيت انا عايز اسألك سؤال كده خيالي بما ان انا مع يوسف برضو ايه اللي عنده غموض لو احنا كده استعرضنا يعني ايه خريطة رمضان بالاعمال وعملنا حركة تنقلات انت تروح مسلسل مين ومين يجي مكانك انت تشوف كان ممكن يعمل دورك وانت ممكن تعمل دور تاني خيال يعني للأسف ان انا ما تفرقتش غير على مسلسل بتاعت نيلي وشريف انت ممكن تعمل تبقى مكان شريف لا ليه ام مش هل ان بعد ما شوفت ايه شريف ماسك الدور ومزود من عنده ام لا وبعدين ممكن اللحجة بتاعتي تبقى اعصاب ان هو اخد شخصية مختلفة عن هو كان ممثل مفروضة قدر اعمل حاجات زي كده بس ما تخيلش يعني شكل الشعبي اكتر انا لسه بعيد عن الموضوع ده يعني محتاج تجربة اكتر محتاج خبرة اكتر ام شريف عارف يعمل الدور ده هو ما افتكش ان في حد يقدر مش هتخيل حد مين ممكن كان يعمل دور يوسف احنا بنلعب نعمل يوترن نعمل يوترن شريف كان حيعمله بسهولة بعد اللي انا شفته امير قرارة امير قرارة امير قرارة بس باشا مصر ما بيطلعش دلوقتي الناس محافظة علي ممكن امير قرارة كان يعمل دور فusta او ممكن بس هي فكرة ان الناس انت مين دور تاني كنت تتمنى تعملو يعني حاجة تانية انا اعملو اه في الدراما المتاحة الان للأسف بقولك إحنا عشان بنصور تقريبا بكل مالحايتش أشوف يعني أنا شوف مين طيب تحب في دراما 20-23 تمثل معي؟ لأ من أنا بحبهم كلهم فبقى حقولك الأسامي زي ما هي يعني أحمد عز بحب أمير كرارة بقول سقة بقى عشان تعمل أكشن مع أمير كرارة كمان بس طبعا السقة ده تاريخ فطبعا السقة ممكن مع أمير كرارة تعمل أكشن كمان وأحمد عز برضو بحس أن يعني أنا وزي ما قلنا بنقول من شوية زافر عبدين بس هو مش بابده زافر عبدين أناس كتير بتعمل شبه بتقول على السوشيال ميديا شبه بينك وبين زافر عبدين في طريقة الكلام التون الهادي ده يعني كذا مرة يعني الناس تيجي تتظهر معي دورك فمش عارف إيه جان حلوة قوي عروس بيوت مرسي شوكرا مرسي أنا بس أنا مش مش العريز أنا مش العريز الحقيقة أيمن أنا بتمنى لك التوفيق ودور مهم ومسلسل شادد الناس وفيه تعليقات كتير هيا على السوشيال ميديا بس برضو هتقول لي تحت الهوى زي ما بيقول إيه اللي هيحصل بالزبط هنعرف يعني بشكرك شكرا جزيلا تحب كده كيوسف تقول إيه للجمهور عن يارا يارا أنا بحبها جدا وارجع أقول إن ريهام إنسانة جميلة جدا فبزعل جدا إنما بنعمل مشاهد بكون بدايقها بس أنا هايز أخد بس الفرصة دي وأشكر بس فريق العمل إن إحنا يعني تعبنا والفريق كله تعب وراء الكوليس من أستاذ جمال العدل والمخرج بتاعنا العظيم سامي حبدالعزيز وهو واقل درويش ويعني مش عايز أبتدي أقول إيه سامي إننا مش كل الناس هتزعل كل صناعة العملية صح وإن ريهام هي على فكرة اللي رشحتني للدور ده فليها فضل كبير علي فأنا بحيز أشكر كل الناس إن أنا الشخصية دي حطتني رجعتني لحتة جديدة وحتة يعني إن شاء الله تبقى كويسة النهار ده الحلقة السادة في أحداث كتير كلم يارا بشخصية يارا وحنقفل بشخصية يارا وإنت كيوسف أه لا أي حاجة بشخصية يوسف طيب يارا أنا بطاعت أعرف اللي أنت بتعمليه وشاكك وصديني حطل عينك بسم الجرد يومة يا مش همدي خلي بالك الحقيقة هتكيشفه رايب مش هنديك فرصة أبدا تطلع عينها هنا أبدا مش هنديك فرصة أبدا تطلع عينها الفنان أيمال قسيوني بتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نلتقي بعد رمضان وتكون في مشاهد أكتر نقدر نتكلم عليها بشكرك وإلى الأمام ديني مشاهدينا انتهى الوقت الحقيقة دراما رمضان مكملة انتهى الأسبوع الأول من رمضان نجاح الحقيقة يعني عامل سعادة للناس في البيوت الناس هي بتتفرج على موضوعات كتير مختلفة وموضوعات متنوعة النجوم بيتقلقوا صناع لأعمال إنتاج ضخمة صناعة كبيرة الحقيقة نجحت في الأسبوع الأول من رمضان بكل التنوع مكملين إن شاء الله مع الدراما أنا ألتقي مع حضراتكم بإذن الله الأربع والخميس اللي جايين بإذن الله غدا مع الزميلة العزيزة دينة عبد الكريم وأنا أشوفكم على خير بإذن الله الأسبوع الجاي تصبحوا على الألف خير لا وهتكملوا المسلسلات دلوقتي تصبحوا على الألف خير ترجمة نانسي قنقر